في السياقة دعت روسيا إسرائيل إلى الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية في قطاع غزة محذرة من أن المآسي المشابهة للهجوم المميت على مدرسة التابعين في غزة تقود الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين في أقرب وقت ممكن ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الجنب الإسرائيلي إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق المدنية والتي لا يمكن تبريرها مستشهدة ببيانات تشير إلى أنه تم قصف مراكز اللاجئين خلال شهر الماضي وحده 13 مرة